أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارات بتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال وشم النسيم بحيث يكون السبت الأول من مايو 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال وأن يكون الاثنين الثالث من مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم كما أصدر الدكتور مدبولي قرارا بتعطيل العمل الأحد اثنين مايو وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تدعاية محتملة لفيروس كورونا وتسي تلك القرارات في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئة العامة وحالة الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العاملة خلال هذا اليوم تبقى للقواعد التي تراها محققة للصالح العام تقدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سبق أن أصدر قرارا بأن يكون الغد الخميس 29 من أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلا من الأحد الخامس والعشرين من أبريل